مرحبا أصدقائك كيفكم معكم نعمل من قناة نيمو الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تاخذ الستيل الذهبي لكل سكين وكيف ترفع الليفل تبعك او تلفل بشكل سريع كبير من خلال كسه طريقة انا اللي حقلك ياها بهذا الفيديو فكمل المقطع الاخر مشان تعرف كل شي قبل ما ابلش كل شي اذا انت اول مرة تشاهد عندي الفيديو على القناة ياريت تشترك فعل زر الجرس وحط لايك وحط كومنت حلو الفيديو مشان يوصل لأكبر من الناس بتكون دعمتني هيك كتير وانا ان شاء الله عامل سحب على حزمة جديدة نازلة فكمل المقطع مشان تعرف التفاصيل اكتر ويلا مع بعض اول شي لا نحكي عن الاسكنات والجولد او الستايل الجولد لكل سكين بالبطل باس هدول متل ممضح امامكم بالصورة كل سكين له ستايل جولد هذا الستايل الجولد بيبلش ينتشر على السكين طول ما انت عمي ارتفع الليفل تبعك متل ما شفنا بالايت بول بالسيزن اللي قبل هاد ضرب فيروس بالسكين الابيض وصار كل ما ترفع ليفل كل ما بيسود اكتر وبيصير ابيض واسود واحمر متل المظاهر هو ابيض بس بيصير اسود واحمر لما ترفع ليفل 300 لما ترفع ليفل 200 هيك طلع الطريق وهلا بهذا السيزن عملو نفس الموضوع بس مول اسكين واحد لكذا اسكين بس هاد السيزن بتعلق بموضوع الجولد فمشان هيك عمين كل اسكين لديه ستايل جولد كيف تحصرون ؟ تحصرون عن طريق انك انت ترفع ليفل بدك ترفع ليفل 300 لحتى تقدر تاخد اسكين الموزة وبدك ترفع ليفل 180 لحتى تقدر تاخد اسكين او الستايل يعني المياه والقط تصير كله دهبي وترفع ليفل 100 لحتى تاخد اسكين ميداس الدهبي وترفع ليفل 160 حتى تاخد اسكيين الجولد تبع سكاي و ترفع على رفل مية وارب عيدة لستاخد الستاليل غولد طبع بروتوس و ترفع على رفل ميتان وعشرين حتى تاخد الستاليل غولد طبع تي نتي و في شغلة كمان حلا أنت كل ما ترفع رفل او كل ما ترفع ميت لفل لحتاخد بنار متل ممضح أمامكم ب الشاشة من الشمال لليمين الشمال أول واحد الي هو العين و نجمة واحدة ميت لفل و البنار الي بعده ميتان لفل بياخد نجمتين و الـ 300 بتاخد 3 نجوم و الـ 400 بتاخد 4 نجوم و الـ 500 بتاخد 5 نجوم مثل ممضح امامكم البنرات هذا البنر سيكون ليجندري اذا انت بتحصل هذا البنر انا حصلت لـ 300 من السيزن 1 واخدت 3 نجوم انت كلما تلعب وتاخد لـ 3 نجوم مثل مظاهر امامك بالصورة البنر وعليه نجمة او نجمتين او 3 او اربعة او 5 والبنر فعلا خرافي جدا حلو كتير شكله وهذا الشي بيميز حسابك اذا انت بتوصل لـ 500 متل ما انا لحقلك ان شاء الله اذا بتتبع هاي الطريقة لح توصل لـ 500 بكل بساطة و بكل سهولة اول شي لا نبلش بالـ XB الجديد اللي ينازل بالـ Mab بالـ XB الجديد اللي ينازل بالـ Mab متل ممضح امامكم بالصورة على الماب اول شي لاحنا متعودين على الـ XB الاخضر اللي كان عادي بالـ Season 1 بالـ Season 2 هلأ نزلوا شغلات جديدة متل مظاهر امامكم اللي هو الـ XB الجولد والـ XB البلو والـ XB الباربل اللي هو النهدة او البنفسجي هذول كيف بتحصلون؟ تنزل بكل جيم بتقدر تحصل واحدة منهم يعني بتقدر تحصلها عادي بكل جيم كل جيم بتنزل مثلا خلينا بلش بالـ أخضر الـ أخضر موزع بالماب متل مزارع ما مكون الخريطة بالنقط الحمر بنزل بهذا المكان بتلاقي الـ XB الاخضر الصغير اللي احنا متعودين عليه بالـ Season 1 بالـ Season 2 هلأ نزل شغلات جديدة متل الأزرق الأزرق موضح امامكم بالصورة بتلاقي هون وهون وفي بعد منا مكان تاني للأزرق كمان بتنزل بتلاقيه هون وبتاخده هي بتعطيك XB جدا عالي في بعدها الـ XB اللي هو الباربل النهدة بمكانين موضحين امامكم بالفيديو كله عليك انك انت بتنزل بأي جيم كام مثلا سولو دوس كواد بتلاقي هذا الـ XB موجود بهذا المكان كله عليك انك انت تقرب عليه وبيطلع منه نقط صغيرة او XB صغيرة بتلمون وبتاخد انا اللي بعرفه الباربل انه هو انت لحتقدر تاخد منه تقريبا ما يقارب الـ 2 اللي هو فوق وتحد ما يقارب ما يقارب تقريبا الـ 1000 لـ 1500 XB بهاي الطريقة انت بتاخد XB عالي جدا في عنكم بقى الـ Gold هذا الـ Gold الـ XB الـ Gold هذا بيعطيك يعني Gold بشكل رهيب فعلا بيعطيك XB عالي جدا كله عليك انك انت بتنزل بمنطوة Grotto منطوة Grotto اللي متل ما بنعرف لحنا البوس تبعه او الرئيس تبعه بروتوس تمزل بتاتل سكن بروتوس وتاخد الكرت تبعه وتروح على الخزينة الخزينة هيت تفتح عن طريق الكرت تبع بروتوس اللي موجود هو البوس تبع هالمنطقة او الرئيس تبع هالمنطقة بتاخد الكرت تبعه بتروح على الخزنة بتفتحها وبتلاقي XB كبير هاد كلاك انك انت بتقرب عليه وبتاخده وهذا بيعطيك XB جدا خرافي وهيك اللي انت بتكون خلصت اول نقطة لحتى تقدر تجمع فيها XB عالي ومشان تاخد الليفل اعلى هذا السيزون بيعتمد كتير على XB ليش لانه ايام التيرات راحت طبعا متل ما بنعرف صار كلما يرفع معك بالليفل بيرفع معك البطلباس البطلباس صار عبارة على الليفل لما توصل لليفل 100 بتقفل البطلباس كامل بس انت في عندك كمان شغلات مثل الاسكن اللي بياخد الستيل الدهبي تبع البطلباس هدول بدهم XB عالي جدا لحتى تقدر انت تخلصهم ويكون لفلك عالي في سكن الموزة مثلا بياخد الليفل عالي كتير يعني عاملينه كتير اوفر وعالي لازم توصل لليفل 300 وانت اذا ما تبعت هالطرق هاي ما لح توصل لليفل 300 غير اذا انت كنت لعب محترف جدا 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 وفيه لحنا كمان بنعرف شغلة انه انت لما توصل لليفل 100 سيتحول اسمك للون الجولد مثل مظاهر امامكم بالصورة هذا الشي بيميز اسمك كتير لما انت تلعب مع سكواد تبعك بيطلع الاسم بالجولد وبشكل كبير وعريض فهذا الشي بيميز اسمك جدا 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 لان نحكي كيف انت بتحصل اكس بي عالي لان نتفرض امسي لي ونحكي بهذا الموضوع اكتر واكتر مثلا لما انت تلعب سكواد مثل مظاهر امامكم انا عم بلعب سكواد مثلا انا كل جيم سكواد بيطل فيه لا يقالب اسمك لا يقل مثلا عن خمسة او ستة او ثمانة احيانا فانا لما عم بقتل هدول اشخاص الستة او ثمانة مثلا عم يعطوني اكس بي اكس بي هو عبارة عن عدد كتير قليل مثلا انا بالنسبة الي اللي هو مثلا مثل ممضح امامكم خمسة الاف واربعمية انا هم مثلا اعتلي شي سبعة اعتل هدول السبعة وعمل كل شي علي وعمل ريفايف وعمل كسر خشب وماشي كتير وهيك بس مو اعطيني غير خمسة الاف واربعمية اكس بي هذا الشي قليل يعني شوي لما انت تلعب سكواد شو الحل؟ الحل لما انت تلفي مثلا بتقدر تلفي كل يوم مليون اكس بي بهالطرق هاي اللي انا عم بحكييه بس دا تركز فيها كتير كل عليك انك انت بتنزل تيم رنبل لما انت تنزل تيم رنبل وتلعب اقل اثلاث ممكن تجيبه مثلا اول عشرة مثلا اذا انت كان مستواك متوسط بتقدر تجيب عشر اثلاث لما انت تجيب عشر اثلاث بهاي الحالة بتاخد اكس بي لا يقل عن اربعة وتسعين الف مثل مزارع امامكم بالصورة اللي انا مصورة هاي لما انت تقتل هالكمية مسلا من الناس لايقل عن عشر اشخاص وتعمل ميدال بونس هدول شو هنن هدول ميدال بونس هدول اقل شي بكل جيم تيم رنبل بتقدر تاخد عشر ميداليات شلوم بتحصل هدول عشر ميداليات مسلا عندك ال a r specialist هي انت كلما تقتل بال a r و تدمج 250 تقريبا بيعطوك ميداليه في عندك الفتح الشيست كلما انت تفتح شيست مثلا لا تفتح 5 شيستات بيعطوك مثلا ال bronze بعدين بيعطوك السيلفر اول شي بيعطوك السيلفر بعدين بيعطوك ال bronze بعدين بيعطوك الجولد فانت كل ما تعمل شغلة من هدول الشغلات بيعطوك ميدالية مثلا بالتيم رنبل انت اذا العبت مثلا وفتحت شستات وفتحت لاما ودروب وقتلت وجبت كلات ولعبت بشكل حلو وكسرت مثلا خشب مشان انت تجمع موارد وهيك وقتلت لا يقل عن عشرة اتناشر لاعب هيك انت بيحسبو لك المتش توتال كله تقريبا ما يقارب الاربعة وتسعين الف اكس بي وبتجمع كمان انت اذا بتنزل بمكان وبتجمع في الاكس بي القولد تبع بروتوز وبتجمع في الاكس بي الباربل اللي هي النهدة بالمكانين اللي انا حكيتهم باول الفيديو هيك انت بتجمع اكس بي قوي جدا ولا يقل مثلا عن ميتين وخمسين الف او ميتين الف اكس بي بهاي الحالة انت ضل عم تلعب كل يوم تقدر تجمع مليون اكس بي بها الحالة هي اذا انت عليت هالقصة هي تكرارا يوميا يوميا بها القصة هي فانت بترفع الليفل عالي جدا بهذا الموضوع وبتخلص الليفل بسرعة مشان تفتح الستايلات والجولد ومشان تاخد ليفل عالي مشان تقفل البطل بكل سهولة وبكل اريحية لو انت مالك اللاعب المحترف جدا وبكل جيم سهول ومسلا بتلعبه بتجيب خمسين وستين او ميت الف اكس بي فهي الطرق الوحيدة اللي انت ترفع فيها اكس بي وتقفل البطل باس عندك بكل سهولة وارياحية بدون ما انت تعذب مثلا او تتعب كتير بتجيب هذا الاكس بي فيه شغلة تانية اللي هي الويك تشالنج اللي هي الاسابيع كل اسبوع متل ما بنعرف بينزل تحديات كل تحديات من كل اسبوع بيعطيك اربعمائة الف اكس بي يعني انت مثلا يوم اذا لعبت وطبعت انا كل شي لتلك يا هلا حاليا لح تجمع اول مثلا سبعمائة الف اكس بي مع تحديات الاسبوع يلي انت خلصتهم اربعمائة الف هيكصار عندك مليون وميتين اكس بي ارقام هائلة جدا وبهي الطرق انت وبهي النصائح البسيطة كتير اللي انا عم بحكيها كلي عليك انك انت تتبعون هالقصص هاي وبتجيب اكس بي بمهمات الاسبوع وباللعب وبهيك يوم واحد ممكن تجمع بمهمة الاسبوع لما تقفلهم كلهم وتلعب مثل ما انا قلتلك بتجمع لا يقل عن مليون لمليون وميتين هي اقلة شي يعني بس اذا انت لعبت وعدت الكرة مثل ما انا قلتلك وجمعت الاكس بي القولد والباربل والازرق واماكن الاخضر المعروضة امامكم بالخريطة هدول بيعطوك كمان اكس بي واذا انت لعبت بهذه الطريقة لا تلعب سكواد او سولو لانه مالح يرفع لك كتير الاكس بي تبعك بهذه الطريقة اللي انا حكيتها بترفع الاكس بي تبعك بكل بساطة وبكل سهولة يعني مشان ما انت تعزب وتلعب سولو وتفكر ان لعب سولو مثلا بيعطيك اكس بي لا التيم رنبل بيعطيك اكس بي اكتر وفيه شغلة ثانية اللي هي المهمات اليومية كل يوم نعرف احنا فورتنايت تعطيك مهمة هاي المهمة بتعطيك اكس بي لحتى جمع عندك تير كبير اللي لعبان الشابتر وان بيعرف هذا الكلام اللي انا قلته هلا صار فيه مهمات يومية بشكل مختلف بتعطيك اكس بي هدول مهمات اليومية بيعطوك 30 الف اكس بي فكمان شغلة حلوة اذا انت كل يوم بتخلص هاي المهمة بيعطوك 30 الف اكس بي وبكل بساطة وبكل ارياحية كمان بتجمع وفيه شغلة ثانية كمان نحكي عليها اللي هي بالكرياتيف لما انت تلعب كرياتيف قبل كان يروح لعبك انه بس فور فان يعني تسلية بس هلا حاليا مودل كرياتيف كل ما تلعب كل 25 دقيقة بيعطوك لا يقل عن 15 الف ل 25 الف اكس بي متل ما انا قالولي وانحكى عن هذا الموضوع انا ما جربت لعبة كرياتيف لحد الان بس هذا التقريبي بين 15 الف ل 25 الف اكس بي كل 25 دقيقة او قول كل مصاعة مثلا قبل كانت بس فور فان وتسلاي وما فيه شي هلا صاروا يعطوك كمان اكس بي هذا الشي بدل على انه شركة فورتنايت مهتمة كتير بموضوع الاكس بي وموضوع هاي التيرات راحت وكل شي هلا صار بتعلق بالليفل العالي وبتعلق بالاكس بي يعني شفنا سكينات وستيلات تبعاتها صارت جولد متعلقة بالاكس بي وشفنا المهمات والبتل باس متعلق بالاكس بي وكل شي صار متعلق بالاكس بي حاليا يعني والقبل الشابتر بالسيزون نون بالشابتر تو يعني عملوا قصة السكين الايت بول اللي هو زائر امامكم عملوا انه ضربوا فيروس كل ما توصل لليفل عالي بيعطوك قبل كانوا قالوا بالتسريبات انه لما تلعب فيه كتير ببوز يعني وهيك لأ طلع غلط طلع عن طريق الاكس بي كل ما ترفع اكس بي تبعك وليفل توصل لليفل 300 مثلا بتلاقي يقفل كله وصار اسود واحمر كامل تقريبا فمشان هيك موضوعنا اليوم يعني بتعلق كتير بالاكس بي والاكس بي كتير بتساعد باللعب حاليا متل ما مو شايفين هدول الصورتين تبع بروتوس تبع المياو متل ما مو شايفين اشنون كل ما عم يرفع الليفل كل ما عم ياكلوا الجولد او كل ما عم يصير جولد بس هل هو هذا الجولد لما يجي على الاسكن بينقام وبينشال ولا خلاص بيفضل جولد دائما انا هاي المعلومة الصراحة ما عرفتها اذا عرفتها لحكتب الكنياء تحت بكومند واعمل له تثبيت ومشان تشوفوها انتو وتعرفوا هاي المعلومة لانه ما عرفتها الصراحة بس لحد الان وفي تغييرات صارت كمان عطور التيم رمبل اللي هو هذا الشي خلى الناس تحب التيم رمبل وتساعد اكتر بهذا الشي المظلة اللي هي اللي غلايدر طبعك لحتكون ذات استعمال لا نهايي انا هيك قريت عنها بس لحد الان ما لعبت انا بالتيم رمبل للصراحة يعني المظلة لحتكون استعماله لا نهايي يعني ما عدت تاخد مكان تحت معك بالايتم او بالشنتة بالاغراض اللي انت شائلهم معك يعني صارت هي موجودة دائما منك فيك لما تنط مثل ايام زمان واتعملوها وتنط وبتفتح تغييرات والموضوع كتير سهل والباندج كمان اموها من اللعبة ولما تنزل بالتيم رمبل بصير معك 150 خشب و150 حديد و150 حجر فهي القصة انا سمعتها وقريت عنها اليوم بس انا لحد الان ما لعب التيم رمبل مشان اذا في شي غلط صح حولي بالمعلومات يعني مع بعض مو مشكلة الموضوع وعدد الاتلات كمان اريت انه صار 125 عواض 100 اتلة مشان تخلصوا الجيم كله وتربحوا والتيم رمبل هو من احسن المودات لترفع الاكس بي مثل ما قلتلكم شلون؟ لما انت تلعب كتير وتقتلق اقل شي عشر اتلات وتجيب الميدال الميداليات اللي تلكم عليها تفتحوا شيستات وحاولوا لا تفتحوا شيستات وتكسروا الارضيه تبعا لا حاولوا تفتحوا يعني يكبسوا وفتحوا هيك احسلكم مشان ينحسب لكم البوينت او النقاط مايروح عليكم يعني حاولوا فتحوا الشيست ما بياخد من وقتك جزء من السواني فلا تكسروا عرضيته مشان ينفتح متل ما انا بعمل لا فتحوا الشيست عادي مشان ياخدوا الاكس بي تبعا واذا لقيتوا دروب فتحوا لقيت لاما فتحها لا تكسرها تكسير كمان بيعطوك عليها اكس بي وكل ما كسرت اكتر ومشيت اكتر من الباب وعملت حركات وعطيت لانشباد وعادات كله محسوب كل ما دمجت بأي اسلاح كل ما عملت بأي شي ضربت كسرت هذا كله بين حسب ما في شي ما بين حسب ولا نحكي عن موضوع السحب السحب حكيته ببداية المقطع السحب هو عبارة لح اعمل سحب لشخصي الاوصل ل 1300 مشترك هاي الحزب نزلت بالتسريبات لح تنزل بعد اسبوعين ان شاء الله لح نزل فيديو وححكي فيها التفاصيل كيف انت لح تربح بهذا الفيديو والشروط وان شاء الله انت بتكون من نصيبك كل اللي بديك انك انت تدعمني اكتر ولو وصل ل 1300 مشترك لح اعمل هاي السحب وعملت قبل منه سحب على 30 دولار لثلاثة اشخاص ربحوا اثنين وتم رفض شخص لانه ما تساعد معي وما اعطاني الايميل تبعه وصار يقول لي انه خايف يسرقني وهيك فتم استبعاد هاد الشخص وربحت شخص تاني لح نزل فيديو تبعه ان شاء الله فيديو تاني مقطع صغير انا وعم بشتري له البطلباس ربح هو هاد الشخص والف مبروك له هاد الشخص الثالث اللي هو اسمه محمد بس هيك مقطعنا اليوم ياريت اذا انت استفادت بمعلومة تشترك بالقناة فعل زر الجرس وحط لايك لايك فيديو وكتوب كمانت حلو اللي هيوصل لاكبر عدد من الناس وشكرا اليك اذا كملت المقطع الاخر ولا تنسى الجفاوي وبرعاية الله عالي يا جدا اشتركوا في القناة